اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من دورة تعليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن دبلومة المونتاج في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع الانيميشن الانيميشن هو من المواضيع المهمة جدا جدا في الفيديوهات وخصوصا الموشنغرافي انيميشن تعني حركة والقائمة انيميشن هي مختصة في التحريك للصور والفيديوهات والاشكال والنصوص وكل الميديا الموجودة داخل البرنامج طبعا راح اضيف هذه الصورة في التايم لايم طبعا اما اضيفها بشكل مباشر بالماوس او اقدر اضغط عليها كليك ايمن واختار ادتو تايم لايم طبعا راح احاول انه اكبر حجمها طبعا ممكن انه اقدر اضغط عليها كليك ايمن واختار دوريشن ومثلا راح يكون عشرين ثانية او ممكن ثلاثين ثانية اوكي تمام جدا ممكن انه راح اجي اصغر حجم هذه الصورة خليها فيها المنتصف تمام جدا لو رحت الى قائمة انيميشن راح القي خيارين رئيسيين او بانالين قائمتين رئيسيات في الخيار انيميشن اول خيار اللي هو خاص بالزوم والخيار الثاني اللي هو خاص بالانيميشن نجي الى الخيار زوم طبعا راح نشرحها بشكل مبسط وبعدين ان شاء الله راح نتوسع بتفاصيله طبعا فكرة الانيميشن هي تسجيل اغلب الاحيان الانيميشن يكون هو تسجيل لحركة معينة وطبعا هذا التسجيل ما يتم الا لمن التايم لايم يقطع زمن معين طبعا لو سويت تسجيل حركة في التايم لايم صفر ما راح اشوف اي حركة بسبب انه الوقت ما قطع اي زمن فضروري انه الوقت يقطع زمن معين حتى اضيف الانيميشن فلو اجيت هنا بالانيميشن عدي هذا شريط اللي هو سلايدر طبعا عدي هنا نسبة الزوم 36 لو اجيت سويتها مثلا خمسين موافق راح اشوف انه البرنامج سجلي زمن راح الاحظ انه البرنامج سجلي حركة مقدارها هذا الشريط هذا بدايتها النقطة الصغيرة ونهايتها النقطة الكبيرة يعني هنانه هذه هي مقدار الحركة على اساس هذا اللون الاخضر هو هذا طول الحركة يعني لو اجي انه الحركة هنا ما اعدي حركة في هذه المنطقة راح تبدأ الحركة ومثل ما تلاحظون انه راح البرنامج سجلي زوم اذا اريد اوسع الحركة واخلي طولها اكثر اتحكم اضغط كليك على الدائرة الكبيرة واسحبها الى اليمين الاحظ انه الحركة صارت ابطأ اجي اشغل راح الاحظ انه الشكل راح يكبر بشكل تدريجي بطيء اريد اسرع الحركة اقلل حجم السهم راح اشوف انه الحركة راح تكون سريعة مثل ما تلاحظون اسرع من السابق جيد هناك ما يخص الزوم الطبعا اقدر اضيف التوتش اقدر انه اضيف سايز اخر واتحكم بالحركة مثلا اخلي 20 الاحظ انه راح يصير عدي السايز الاول ويرجع الى السايز الثاني وهاكذا اقدر انه اخلي scale to fit يعني اقدر انه اخلي يكون فت على كبر الشاشة مثل ما الاحظ ان الحركة الاولى راح تظهر راح يكبر الشكل هو الصورة وبعدين راح يكون على كبر الشاشة scale to fit هذا فيما يخص الزوم طبعا استخدامهن نادر واني ما افضل ان الحركة تكون من خلال الزوم نجي الى الانيميشن طبعا الانيميشن اول خيار اللي هو الكوستم المخصص اللي راح نشرحه بعد من نشرح هذه الحركات ثاني خيار عندنا هنا الريستور الريستور هي اعادة الحجم الطبيعي الاصلي قبل الحركة يعني مثلا لو رحنا على الزوم واختارينا زوم معين صارت عندنا حركة زوم هذي مثل ما نشوف اريد ارجع الشكل لحجمه الحقيقي اروح على انيميشن واجي الى ريستور اضيفه راح الاحظ ان البرنامج راح يرجع ليها لشكله او حجمه الحقيقي بعد شو نعدي عدي نو وبسيتي يعني بدون شفافة يعني راح يحاول يتلاشى مثل ما تلاحظون هنا ممكن نقدر شوية نخلي الطول اكثر راح البرنامج يخفي لي يعني خلي نقول fade out يعني مثل الفيدي اوت ان شاء الله اذا شرحنا في المحاضرة القادمة لترانزيشن راح نفتهي الفيدي اوت شنو راح يسوي للفايد اوت اللي هي خروج تدريجي للناس مثل ما نلاحظ راح يقلل الأوبستي الى ان ينهي لي الأوبستي طبعا عدي هنانا فل أوبستي راح يرجع لي الأوبستي بشكل تدريجي مثل ما نلاحظ انه الأوبستي راح ترجع بشكل تدريجي وطبعا نقدر نوسع حجمها نخلي الزمن اكثر ومثل ما نلاحظ هذه فيما يخص الأوبستي نجي إلى مثلا تايتل ليفت ممكن أنه هنانا راح يخليلي الصورة تكون على اليسار حتى على اليمين أخلي تايتل طبعا ممكن أستخدمها في الخاتمة في التايتل بخاتمة الفيديو طبعا هنا نفس الفكرة أنه راح يخليلي اياها وديلي اياها على اليمين يعمل على إزاحة الشكل إلى أو الصورة إلى اليمين مثل ما نلاحظ وعرض التايتل لنص أو أخلي أي صورة أخرى أو أي ميديا أخرى بهذا الجزء بعد شنو عدنا عدنا هنا مثلا Scale Down و Scale Up Scale Up اللي هي تكبر لي Scale Zoom يعني مثل مثل الزوم تكبر لي الشكل مثل ما نلاحظ و Scale Down يرجع لي الشكل إلى طبعا بعد ما اختارت Scale أعدي هنا على اليمين Scale أقدر أتحكم بال Scale مثل ما نلاحظ هنا نشوف مثل ما نلاحظ هنا طبعا عدي التايتل بعدين عدي Scale Up بعدين عدي Scale Down بعد شنو عدنا عدنا Scale To Fit Scale To Fit يخليلي حجم الميديا على حجم الشاشة مثل ما نلاحظ هنا أنا حجم الميديا على حجم الشاشة طبعا هذه مجموعة حركات Smart Focus إن شاء الله راح نوصل لها بالفيديوهات القادمة ونشرحها بالتفصيل اللي هي الزوم التفاعلي على حسب المكان اللي نحن نريده طبعا نستعرض الحركات من البداية نلاحظ هنا عدنا الزوم هنا عدنا الريستور وطبعا عدنا No Opposity والخيار Fill Opposity بعدين عدنا Title Lift ومن ثم Title Light ومن ثم Scale Up Scale Down و Fit Size تمام جدا هذه اللي هي الحركات الجاهزة وطبعا عدنا حركات مخصصة هاي الحركات المخصصة اللي هي لما نأجي على Custom وأضيف حركة هاي الحركة أنا حر بيها مثلا راح أخلي الحركة تخرج إلى اليسار مثل ما نلاحظ هنا إنه الحركة أو الشكل راح يتحرك إلى اليسار وممكن إنه أضيف حركة أخرى أخلي الشكل يتحرك إلى اليمين أضيف Custom وممكن إنه أحرك بالسهم أو بالماوس خلي الشكل ينتقل إلى اليسار مثل ما نشوف الشكل راح يروح إلى اليسار ومن ثم راح يجي إلى اليمين طبعا هذه الحركات ممكن إنه نطبقها على الأشكال يعني لو فرضا اجيت على مثلا قائمة Annotation واجيت على Shape واختاريت مثلا هذه النجمة طبعا إحنا إن شاء الله راح نشرح قنامة Annotation بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة أدي هذه النجمة مثلا طبعا أقدر أضيف هاي الحركات إلى النجمة يعني مثلا لو ردت أضيف مثلا No Opacity مثل ما نلاحظ هنا راح البرنامج يضيف لي Opacity وراح يلاشيلي الشكل وطبعا في Opacity راح أقدر إنه أضيف تمام جدا طبعا بعد شنو لمن أضيف حركة مخصصة أقدر أغير في حركة اللون يعني لمن أجي إلى هذا الخيار Annotation Properties واجيت هنانا غيرت اللون راح أغير اللون من الأحمر إلى مثلا الأصفر أجي أختار اللون الأصفر هذا الأصفر راح ألاحظ أن البرنامج راح يسجلي هذه التأثير يعني هنا راح يسجلي حركة التأثير اللي هو من اللون الأصفر وطبعا أقدر أضيف ألوان أخرى يعني أضيف مثلا حركة Custom وأخلي مثلا لون أخضر ممكن أنه يكون وأدني الماوس إلى اليمين وأضيف Custom وممكن أنه يكون لون أزرق ألاحظ أنه ألاحظ أنه النجمة راح تتغير عركتها مثل ما تلاحظون أنه إلى اللون الأصفر ومن ثم الأخضر ومن ثم الأزرق بعد شنو نقدر نضيف طبعا نقدر نضيف Custom تأثير مخصص ونقدر هنا عدنا بقائمة Annotation Properties أدنا هنا طبعا الفلت طبعا هاي القنامة كلها إن شاء الله راح نشرحها بالتفصيل بس هسه بشكل سريع أدنا هنا مثلا Opposity نقدر نقال Opposity مثلا ممكن أخلي Opposity 50% وأضيف Animation آخر وأخلي Opposity 100% طبعا نقدر نسوي أفكار عديدة يعني مثلا هنا أدن شوي Opposity ممكن أنه أخلي أسوي زوم للعرض ومثلا ممكن أخلي بها المكان ممكن أخلي متلاصق مثل ما لاحظ جميل بعد شنو نقدر نسوي نضيف Custom Animation Custom وعدنا مثلا هنا الفل اللي هو البوردر يعني لما أجي هنا أضيف بوردر مثل ما تلاحظون تمام جدا مثل ما تلاحظون راح يسجل البوردر بعد نقدر نضيف Custom ونغير لون البوردر نخلي لون البوردر إلى مثلا أحمر وطبعا ممكن أنه نقل الحجمة ونخليه متلاسق مع التأثير مثل ما تلاحظون جميل جدا بعد نقدر نضيف Animation للممكن أنه نقل أوبسيتي الخاصة بالبوردر مثل ما تلاحظون جميل جدا وهكذا طبعا نقدر نصنع Animation قوي جدا بواسطة هذه التأثيرات وإن شاء الله في المحاضرات القادمة راح ناخذ تأثيرات جميلة ورح نسوي تشكيلة من الانيميشن بحيث نصنع Motion Graphic قوي جدا واجب هذه المحاضرة هو تطبيق ما ذكر في المحاضرة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى